السلام البنات اتمنى تكونوا على خير وتكون احوالكم كلها طيبة ان شاء الله دابا ارجعت دابا هاد الفيديو هادا ان شاء الله اللي غنا نقدم لكم هادنا غاد يكون من المانيا ثالث وقت العطلة ثالث وقت الراحة ثالث وقت الناس ما كان دابا غير الجد والعمل العطلة فاشكي تسالة خاصة انسى فاشكي يكون هكا خارج من على الدار ما كيدوش يعني العطلة في المنزل ديالو فاشكي ترجع للدار كتلقاها كلها حالة يعني كي نقولو حالتها حالة بنسبة لي فاشكي نرجع وخنك ونغبت على الدار ولا اسبوع واحد فاشكي نرجع للدار خسني تنضيف العميق البيت خسني كل شي اللي غطاوت كل شي كيتبتل كل شي باش عاد كي نحس بدك الراحة اللي كتنبع من الداخل وخش في التعب ولكن انسان كي يرتاح يعني نفسيا وكتعرف الركينات ديال كل شي نقي كل شي هو هادا كل شي هو بلاتو طوان كالبنات هاد نر هادا غدي ندوزو كلو تمارا كما كتعرفو بعد العطلخص ضروري شوي ديال التنضيم وغدي يرجع الروتين اللي كنا فيه من قبل ديال الجريعليين جريعليك تدي الدرالي المدراسة جيبهم تديهم الصبوغ جيبهم يعني النهار كلو والاسبوع كلو ما كتسيليش باش تحكي حتى فراسك ضونكالبنات خليكم معي باش دوزوا معي هاد النهار هادا النهار اللي غدي نن يعني غيكون عندي خاص فقط بالتنضيف ديال المنزل ديالي مع الغديوه وصفي هادشيلي غدي يكون شو الله في هاد الفيديو هادا كنقول لكم خليكم معي باش شوفو كيفاش غدي ندوزو هاد النهير هادا نهاري ما كيبدأ غير بواحد القهيوه اللي هي مقطرة لحقها وطريقها أنا البنات كما وليتوك تعرفوني أنني دائما القهيوه في الصباح ضروري تكون عندي عاد عيني كيتحلوه وعاد دماغي كيتفتح وعاد كمقدر يعني القديل أشغال ديالي بكل الحيوية وكل نشاك لأنه سبحان الله القهوه هادا هاد المادة اللي فيها ياني اللي معروفة هكا تعطينا واحد النشاك واحد الحيوية داك شعلاش دائما كبدا الصباح ديالي واحد القهوه اللي الرائحة ديالها كتنعش وغادي ندير كذلك معها واحد المرسو ديال الجبن المربع كذلك واحد القطعتين ديال الخبز لبنات هاد الخبز هادا كيجي رائع وصحي ديال الدقيق الكاميل وديال الزرارع كما كنقولوا يعني بجميع الأنواع ديالها إلا بغيتو تعرفوا الطريقة ديال التحضير ديال هاد الخبز هادا ما عليكم غير تخليوا هالي في كومنتر وكل ما شت البنات انهم بغيين الطريقة ديال التحضير دياله غادي ندير كمش الله فيديو وغادي نتقس معكم طريق ديال تحضير هاد الخبز هادا اللي كيجي اكتر من رائع والأهم من هادا انه صحي صحي مئة بمئة لنا وليدتنا بطبيعة الحال غادي ناخد ثلاثة الحبات ديال الفراولة او لا الفخاز ضروري البنات كانت نصحكم انكم تاخدوا الفواكه يعني فاكهة على الأقل او لفاكهتين كل صباح لان الفيتامين السيلي كيكون فيها يعني كي مفيد للدات ديالنا وكذلك مفيد للبشرة ديالنا والاسنان ديالنا يعني ما شيء نعالجو البشرة فقط بكريمات وهذا الا الا نعالجوها كذلك من الداخل بشرب الماء بكثرة واكل الفواكه الطرية كذلك اول حاجة كنبدأ بها فتنضيف هي غرف النوم اولا غرفة النوم ديالي وديال الاطفال غنبدأ بغرفة النوم ديالي غنحاول نمسح كل شيء وغنضف كل شيء يعني حتى من سقف غادي ندير العزافة غادي ندير نمسح اللي غيدو يعني فين لك العصال فين معلق اللي غيدو غادي نمسح البلاكه وغنضف كل شيء المهم داكشي اي حاجة عندي في غرفة النوم غادي نمسحها حاجة بحاجة بش غادي نمسح يعني هاد لاطيت دولي ويعني والبلاكة بقولشي ان عندي داك الخشب ليه كي يكون كي بري هنا عندي واحد الخالط هدي مشي القرعه يعني هاده بخدوية هاده كانت سالة لها هدا خلاص تيال ديال الاغطية وذكشو الأفريشة هاده يعني داتو حده لخالط عينيفه مزو درت فيه واحد نسك اس ديال الخل للأبيض ودرتك سواه ديال الماء ودرت واحد شوية ديال البخدوي ديال اللي كانت اغطله به الأواني صفي خلطه اورشيته مزيان اعطني هاد الخالط هاده وهذا به كانت ضفء هاده هاده الاشياء هاده الى ما تفرش عندكم عدا الدك البخدوي اللي كانت تفوها هاده ولي خاص بالزوجاج يعني اما كنستعمل هذا اما كنستعمل هذا هذا حقيقة زوين هذا ولي كنستعمل فقط للزجاج وهذا كننضفيه مزيان ان هذا الخل اللي فيه يعني كيعطي واحد ننضيف عميق واي يعني بوقع ولا طبيعي كي يكونوا عندكم كيتحيدوا بكل سهولة طبي كننقضت هكذا نرشلو بخدويه وناخد واحد المنديل اللي يكون كيمسحه مزيان هو اللي كننضف به بحل هركة وكي يعطيني واحد اللمعان جميل جدا حالة الشكل هادا كيولي لمعان زوين لسف كيف غدين ننطف به كدلك البلاكا لو عندي هاد النوع هادا حالة الشكل هادا وكان بدا المسح تخلي رائحة زوينة وكدلك لمعان الهدنة من الخاشب دبا غدين دوس غدين حيد الساتائر ديال غرفة النوم ديالي غدين حيد الساتائر وغدين حطهم باشي تسبنوا اولا وتانيا غدين بدل غدين دير واحد اخر غدين ناخد نفس البخودوية اللي مسحت به لاتات دولي غدين نمسح به هاد العصة هدي اللي معلقا فيها الريدو لانك يعطيها واحد اللمعان زوين وكيمضفها بعم غدين ناخد الريدو الابيض اللي غدين نوضعو غدين نضعو نوضعو للك الخواتيم اللي بيه كيتعلق وغدين نعلقو هاد اللي غدو هادو خديتهم من ايكيا خديت جوج كل واحد كيدير 8 ديالو 8 اورو اللون ديالهم زوين هاكا جاي بيض يعني ماشي شفافين بزاف وماشي غلاط حاجة واحدة اللي معجبتني شفهمية الطول طوال بزاف 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 مع انني عندي صقف عالي رغم ذلك جاو كيد جرجو رفو الارض ما عارفش يعني واش اللي غدو ديال ايكيا كلهم ولا ما عارف لانا انا مع مري ما اخديت من ايكيا اللي غدو وصفي ديتان مون غدين علقو دبا هكا بها تشكل هادا حتى نشوف من باد عاد نقسم النو ولا نشوف شنو غادي نديرلو دبا غدين اخد الكويت هاد الكويت هادي ديال فصل الرابيع يعني والاوقات اللي كتكون شوية صخونة حيط لكويت اللي صخونة ديال فصل الشيزة الطريقة باش كان ندخل انا لكويت كان ديال طريقة سهلة كان قبط القنات ديال لكويت وكان قبط لقوس دوكويت وكان قنخشي اليدين ديالي حتى اخر ديال لقوس دوكويت إلا لما بدكو مش هادا 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 مفتوحها فقد قبطوا داك الـ القنيتات ديال لكويت وكتخشيوها مزيان فلقوست كويت ما كانت تلقوش منها حتى كتوصلوا للقنيت ديال لقوس دوكويت وصفي ومن بعد كتويل تقبطوها مزيان يعني مجموعين وكتقوا تنفضو وتنفضون زيان صفي وقتتقدركم يعني لقوس دوكويت مع لكويت وكتجيكم يمكن غدا مزيان بدون صعوبة سوف نفرش لولي ديالي درت هذا اللاقس الكويت في هذا الوين هذا بما انه فصل الرابع درت هذا الوين هكا اللي خفيف هكا كيعطي راحة العين فيه لوقي غيو هادله البلو سييل هاده فقط جايف داك الحاشية ديالوجي داك يعني داك ذاك فاغضو لا معاش كيتسما هاده اللاقولو هاده موين فيه الابيض وداك اللون الرمادي سوف يدرتو مع هاده يعني مع هاد الوين هاده هاده كيتناسبو مع البتيكوسة اللي كنتو ختم من بخيمة كتر هم معروفين هاده ديال هاد القليبات وصافيو هاده لقوس دو كويت يعني تواتاتلي مع اه لغيدو اللي يدت في الابيض لانه كنت غالبا اي قوس دو كويت عندي لغيدو ديالها اللي كيتشابه معهم داك دايما كنشيلوهم يعني متشابهين وهكداك في الماء يعني كان بدل لقوس دو كويت كان بدل كدالك اللي غيدو كيكون شوية ديالتاعب خصك دائما تاخد طرنه وتحل داك العصا وتركب ريدو واحد اخر دا بقررت غدين قندير فقط اللاو الابيض غدين زيد ناخد شش كيلات ان شاء الله تاوما في اللاو الابيض ومنيني توسخ لها داك نبدل بلاخر كذلك الابيض ويبقى يعني دائما عندي ستونداغ سافي غدين حتى هاد البلايد هاده اللي هو تاواخديتو مع هاد القوس دو كويت يعني ذاك البلايد اللون دياله تاواغ دو كيتواتات مع الغطاء ديال السارير وصافيو هكا غرفة انهم كانت عندي مقادة من الدماء كل شي ينقي كل شي في بلاس موسيقى موسيقى وصافيي السارير جالي كاجيبها تشكل هذا يعني ضدتو المخدات اللي داك لبسيكو هاكا بولا ديكواتيو وصافيو يعني جاني بحالكا عجبني اللون ديالو موريح العين وكذلك الغرفة النوخ سنا يدور فيها شلوينات اللي هكا كتريح النفسية سوف نقادد البيت الدراري كذلك عزفت لهم البيت باشي لكانت شي عنكبوت ولكن ما كتعرفوه الدراري كتكون دايرة بها الشجر داو الشجر دروري كيدخلوه هكا العنكبوت هكا وكيدخل غبرة خاصة انا دائما نحل السراجم والنوافيد باش هكذا كتبتل الهوى ديال الدرار دونك يعني مساحت الحيوط مساحت البيبان مساحت البلاكا وصف يقاددت لهم هكا السيرير ديالهم قاددت لهم لأوسدو كويتهما والمخدات وبدلت كل شي باش هكدا يكون كل شي ينقي وينعسوه فراش اللي هو موسيقى 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 الملابس البيضاء سأيض الغسل كتباعها في غصمان وبمزع المحلة في ألمانيا يعني في الآماكن سيكون خاصة بالمواد الغسلات الملابس أصيب الغسلات الملابس ورقة واحدة كافية نضعها مع الملابس ونشغل الملابس إلى الألة على 90 درجة تدعونا هي سيجد الغسلات ده باش خادي نحضر وجبة الغداء. غادي ندير شي حاجة اللي هي سهلة ما ساخديش بزفد الوقت. ما غادي ندير لصالة ثلاثة شي حاجة. عندي الفلافيل يعني موجودة في الثلاجة. غادي ناخدها. غادي نحلها ونحيد لها داك القلب دي لها داك الشي اللي كيكون عندها الداخل والزريعة. غادي نسلق شوية دا الروز. وغادي نحضر واحد سلسلة الطماطم اللي هي عادية طبع طيب جيتم رقص بوروة ل الملح حاجة ر珈ه بهضر جيتل تحمارة على طيبها. رقص ب Spieler وغادي نطيبها. رقص ب åدوا انitéها بالكفيته وفروا غادي نفس العطرية والملح اللي بزر جيتل للا شويتة كل كله سلسلة تحمرة ولملح part four come qu informs sml that up par carnalha وصافي وكس بوروة مع النوس واحد شويتف يا اللتي لتويمة يعني نفس شرمولة شارمولة ذا قلت ومسين بحضر جيتل لمبي هاد لحم المفروم هو اللي غدي نعمر به هاد الفليفلات كنعمرهم وكنحطهم هاكف يعني فوق دك لصوص طمات ولا سلصة طماتة اللي داج اخوي سافد لهم هادا سافي يستفتم هاكبها الطريقة هادية غدي ندفع لهم واحد شوية ديال الفروماج غبي ومن بعد غدي نخوي شوية ديال زيت الزيتون غدي نخوي هاكا من الفوق وسافي وغدي نحطهم ندخلهم الفرن غدي نغطيهم بواحد الورق ديال المطبخ ورق زبدة عفوا وغدي ندخلهم الفرن باش هاكدا حتى نحس بهم انهم طب وعد نحيلهم داك الورق باش داك الفروماج سافي كيتحمر واحد شوية وكيكونوا وجدين باش نقدموهم للاكل هاد الوجبة على فكرة متكاملة يعني ما تحتاجوش عد تحضروا معها سلطة لان انا في هاد لوقتة مزروبة اما ان السلطة دائما يعني كتكون حضرة في وجبة الغداء يعني لا بد ولكننا بل ضيق الوقت وجد هاد الغدي وهادي اللي فيها البروتينات فيها يعني يعني اي حاجة كان نحتاجوها في تغذية ديالنا رحمتوها فيها سافي الفلفل ديالنا بعدما كتتحمر يعني وكتب داك لاصوس كيما كتشفت داك لاصوس كتولي خادرة وكتجيزوينة لاصوس على فكرة يمكن لكم يعني مباشرة تحكو ماتاشا ودخلطوها مع شو دل طومات كونساندخي ومع العطرية وكل شي ديالها وحطوها نيشان مباشرة في المول وحطوها هذه الفلفلات مع مرين وخليوه للطماطم كتب يعني لاصوس ما تكتب لكم يعني مباشرة في الفران بدأتوا تسرعوا العملية ديالتك وكتبوها كفشي مقيلة وعدك تخويها في المول وعدك تستفوها هذه الفلفلات هذه الفلفلات اللي روز الداجة يكون مسلوك الكفيتة دغية كتب وصفي كجي داك فخمار فش كيدو كي يجيب هات الشكل هذا هذه الفيديو ديالنا ديال هاد نهار اللي روز الداجة ويجيب هات الشكل وحطوها المدق ديال هم كي يجيب هات الشكل فكتب اجي انساني بتدلها كي لا بغي يأكل الفلفلات بطريقة مختلفة وكذلك الوليدات اللي ما كي يأكلوا لكم شكل فلافيل بها الطريقة هذي ابنان زي كده غادي تعجبهم بزاف بزاف وهاد الفكرة يعني معروفة الناس تقريبا كونش كي يديرها بها الطريقة هذي يعني ماشي شي حاجة ديالي هي جديدة الفيديو ديالنا ديال هاد نهار اللي خستو فقط تلتنظيف غرف النام وتحضير وجبة الغداء انتهى كانت مننا تكونو خديتو بعض الافكار منو وكانت منها كذلك يكون حفزكم وحمسكم باش زياني تنتفوت انتو مال بويوت ديالكم لنا عكا تعرفو فصل الرابع يعني كي يكون انسان ناشيط وكيقدر يخمال وكي ينضف البيت دياله لان داك الشميشة كتعطينا واحد دقة ايجابية كان نقول لكم اول مرة كتشفوا القناة ديالي معلكم غير تشاركو وكان نقول لكم انا عجبتكم الفيديو بتابت الحال ما تنساوش تديرو لي لايك تلعو داك الصبية على الفوق باشا كده تشجعوني ونعطكم دائما المزيد والافضل كان نقول لكم تبقوا على خير والى فيديو قديم موضوع جديد فكرة جديدة سلماليكو